اشتركوا في القناة وقال وزير الإسكان إن أوامر توزيع الوحدات السكنية تعكس الرعاية السامية التي يحظى بها قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والأولوية التي يحظى بها هذا القطاع من قبل سمول العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا إلى أن أمر سموه بتوزيع ألفين وحدة سكنية يضاف إلى سلسلة المنجزات الإسكانية التي تشهدها المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ولفت المهندس الحمر أن التوزيعات الإسكانية تأتي بالتوافق مع التزام الحكومة بالعمل على توفير خمس وعشرين ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة وذلك تماشيا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين بما يحقق تطلعات المواطنين